يعطيكم العافية اليوم بدنا نعمل مراجعة جميلة سريعة خفيفة لطيفة للسلايدر من شركة اكسون اللي هو التوب ريج الاس 40 فيه كمان معنا الاس 60 بالفيديو شكرا ليو كامل انهم زودوني بهذا السلايدر وصراحة انا اشتريته يعني هذا ملكي الان فانا اشتريته عم باستخدمه حاليا بتصويراتي راح نزليلكو على الستوري عنده على بروفالي جزء من الاشياء اللي طلعت فيها بالاشتراك مع عدسة الماكرو الكانون الميت ميلي فهذول الاثنين كومبنيشن خرافي تطلع بنتائج جدا خرافية شكرا ليو كامل كمان مرة لتزويدي بالسلايدرات ولدعمهم لكل فيديوهات مراجعة معدات التصوير خلينا نبلش بداية حبابي اشي عن السلايدر اللي هو اشي او ستاند بتثبت عليه الكاميرا لكن بسمح لك تحركها بشكل افقي هلا انت ممكن تخلي الكاميرا بشكل عمودي وتمشيها زي هيك نفس الفكرة هذا السلايدر العادي السلايدر الالكتروني او الكهربائي اللي هو بيمشي لحاله بتزوده بشاحن او ببطارية زي هيك وبس تشغله بتقدر تكبس وبصير لحاله يتحرك فوق وتحت والكاميرا بتكون موجودة عليه بداية انا اللي حامله بايدي اللي هو الاس فورتي اللي هو طوله 40 سانتي كامل مع قاعدة التحكم الاس سكس تي بيجي طوله 60 سانتي وفيه فرق زيادة كمان عن الاس فورتي انه وزنه كيلو ونص بدل كيلو وفاصلة اربعة هذا بالنسبة للاس فورتي وغير هيك بيجي مع شنطة زيادة هذا للاس سكس تي انا بالنسبة لكاليو صراحة الموضوع انه انا سلايدر بهذا الطول ويحمل كاميرتي اللي هي الكبيرة اصلا الارفايف اللي عم بصور عليها حاليا مع عدسة ماكرو الميت ميلي يعني وزن العدسة مع كاميرتي تقريبا كيلو ونص بيحملهم بالراحة وبطلع فيها بشكل عامودي بيعمل بومنج للكاميرا وبتحرك فيها اكيد بالراحة بشكل افوقي فهذا اشي جدا خرافي صراحة انه على بطارية السوني الان بي اف لصغيرة هلا هاي الدبل يعني انت بتقدر تستخدم لصغيرة اذا موجودة عندها فهذا اشي جدا رائع بالنسبة لسلايدر الكتروني حجمه صغير ويقدر يحمل كاميرا بوزن كبير خلينا نحكي هلا عن مواصفات الخارجية له بداية كيف تقدر انت تثبته موجود على القاعدة من تحت اربع مداخل براغي ربع انش اللي هو الستاندرد زي الكاميرا اعتعتك وفيه مدخل ثلاث اثمان الانش اللي بالنص هذا اذا بدك تحطه على راسية ترايبوت كامل يعني بدك تشيل الراسية افوان وتحط السلايدر كامل محله بتقدر تعمل هاي الحركة او انت بتقدر تستخدمه بشكله الطبيعي على الطاولة وبتقدر تدوزنه تعمل له ميزان فيه هنا موجود ميزان ماي بتقدر تثبته على الطاولة وبتقدر تتحكم بطول الارجل تاعته بينما يتوازن مية بالمية بعدين بتبلش تشغل السلايدر عليه الاس سيكستي والاس فورتي بيجمحهم كيس زيادة بالكرتوني فيه مفك صغير وكشاط في حال خرب الكشاط الحالي الموجود على السلايدر مع انه هذا يعني شبه مستحيل حسب استخدامك له لانه الوزن اللي بتحمله ماكسمم اذا بدك تستخدمه بشكل افقي ماكسمم اربعة كيلو واذا بدك تستخدمه بشكل عمودي بالكامل بيحمل لحد اثنين كيلو ونص الاس فورتي والاس سيكستي هذا بالنسبة للوزن اللي بتحمله بتقدر تنزل تطبيق توب ريج على التليفون مشان تستخدمه بصراحة انا شفت انه مايله داعي يعني بتتحكم فيها على طريق البلوتوث لانه كل اشي انت بتحتاجه موجود هون التطبيق بيساعدك فقط في حالة كنت بدك تستخدم السلايدر لتصوير التايم لابس تقدر تعطي اوامر زيادة على التطبيق وتشبكسلك من السلايدر على الكاميرا مباشرة فيه مدخل خاص لهذا الاشي على الكاميرا مباشرة مشان تصور فيها عن طريق السلايدر صراحة ما اتوقع معظم المصورين يحتاجوها لانه الكاميرات الحالية الاحترافية موجود فيها بلت ان تايم لابس نحكي اللي عن قاعدة التحكم الموجودة فيه زي ما حكيت التطبيق انا ما بحتاجه كثير لانه كل الكبسات اللي بدك ياه موجودة على الجنب بداية كبسة الباور موجود ON-OFF بس تكبسها كبسة واحدة بيشتغل انتبه انه ما تحركه ولا تكبس اي اشي ثاني لانه ثورا بعد تشغيله بدك تعمل calibration او موازنة كيف بعرف انه بحتاج موازنة من حرف A والB الاثنين عم بيرمشوا عم بعملوا flickering فكيف بعمل موازنة بس بتثبتها على الطاولة بتحط الكاميرا عليه بعدين بتكبس كبسة البلاي بس تكبس كبسة البلاي بمشي بروح وبرجع هيك بعطيك انه توازن وجاهز للاستخدام ما تشغله باي طريقة ثاني قبل هيك بعد الكبسة البلاي في الكبسة اللي فوقيها اللي هي اللوب اذا انت بدك ياه يروح ويرجع ويوقف او لوب اللي هو يروح ويرجع ويظل عم بعيد او بدك يروح ويرجع بكبسة اللوب ويظل يعيد الحركة حرف الA والB شو فكرتهم انه انت بتقدر تكبس بلاي تمشي لها نقطة معينة انا خليني اسرح حركته بس وبوقف بدي نقطة البداية هون بكبس A بعلم عليها بعدين بكبس بلاي بدي ياه يتحرك لهون وبوقفه وبقول له بدي هاي الB فهلا لما اكبس بلاي راح يروح بين الA والB خلص ما راح يغير مكانه ما راح يروح للآخر ما راح يروح للبداية او للآخر بس على النقطتين اللي انا حددتهم طب اذا بدأ زيد سرعة الحركة فيه هون منيجي للنوب اللي فوق هاي بتتحكم بسرعة حركة السلايدر فانا اذا بدي ياه يتحرك بسرعة اقصى سرعة اله اللي هي 5 سانتي بالثانية وابطأ سرعة اله اللي هو ميلي بالثانية فمعاك من ميلي لحت 5 سانتي انت بتتحكم بسرعته حسب الشوت اللي انت بدك تاخذه بالنسبة للكبسات ما في اي شي ثاني بس في انديكيتر هون للشاحن انه هون البطارية مثلا ثلاث نقاط من اربعة معناته هون شاحنها 75 بالمية وهون مداخل الشاحن عندنا الType C هاي output يعني بيطلع منه للاكسسوارات اذا بدك تحط اضاءة اذا بدك تحط مايك بغض النظر هذا سلك output 5 فولت الانبوت اللي هي البطارية او شاحن DC من 9 فولت لحت 16 فولت او 16.8 فولت بالنسبة للقاعدة اللي بدك تثبت عليها الكاميرا هاي في حركة جدا حلوة موجودة من شركة اكسون اللي هو عادة لترايبودات او راسيات لترايبود بيجي قاعدتها يا 3 أثمان الانش او في راسيات صغيرة بتيجي ربع انش فهم يحلو لك ياه كيف انه راسية 3-8 انش فيها سبرينج او زنبرك من تحت تقدر انت تدفشه مشان تركب الربع انش اذا بدك او بتخليه طالع وتركب عليه راسيات لترايبود لذكيلة بتلفها وخلص تثبت عليه 100% فهاي حركة جدا حلوة منهم يعني ما راح تحتاج اي اكسسوارات او قطعة براغة زيادة تركبها هيك تقريبا جاهز للاستخدام بس باقي نقطة واحدة بدنا ننتبهلها اللي هي حركة الباننج انه انا بدي اياي يتحرك من اليمين لليسار بس بنفس الوقت بدي اياي يلف يعمل بان وهو عم بتحرك من اليمين لليسار هون بدنا نغير القاعدة اللي موجودة جوا او المصطرة فيه هون نوب جوا بتقدر تلفها واللي برا تقدر تلفها كمان بتصير تحرك المصطرة لتحت او لفوق حسب حركتها اذا نزلتها باتجاه الرايت زي هيك لاحظوا المصطرة ما يلي لاتجاه الرايت هاي مكتوب على السلايدر هون بتعمل اوربتنج اللي هو بتلف حوالين الاشي اللي فوكسي عليه والعكس اذا نزلتها لجهة اليسار اللفت هاي بتعمل panoramic view بيعمل panning إلها للpanoramic فهاي الحركات كمان جدا ممتازة اذا ما بدك يعمل panning بترجع المصطرة للنص فيه خط وبتثبت عليه وبتشد النبس وهيك جاهز للاستخدام take this play وبصير يتحرك معاك بتقدر تستخدمه بشكل طولي او بشكل عرضي فيه معلومة اخيرة بس دحكة عنها وهي مهمة جدا لمصورين الفيديو انه بس يتحرك من اليمين لليسار هاي التراكينج لاحظوا انه لما يقرب يوصل للنهاية بيبطئ فيه تباطئ وتسارع يعني ما بتحرك من البداية للنهاية بنفس السرعة ببعطيك شوت روبوتك ببين فيه اشي غلص لا فيه اكسليريشن زي بالافتر افكت او بالبريمير لما بنعمل ايز ان وايز اوت فبيبطئ الحركة ليوصل للنهاية او بيسارحها شوي شوي وبنهيها شوي شوي فهاي جدا ممتازة وبلت ما في داعي تكبس على اي اشي او اتبرمجه هاي بلت ان موجودة انت بس عليك تحدد نقطة البداية او النهاية او اذا بدك السلايدر من اوله لاخره لهو بالاس فورتي بوصل لحد 225 ملي متر بداية بوقف السلايدر بكبس على الاب وبلغيها بعدين بشغل السلايدر فيك رح يوصل من اوله لاخره هلا راح للبي هاي يكمل بعدين برجع للنهاية وبرجع بعيد اذا انا كابس لوب او بيوقف اذا انا لغيها اتمنى ما اكون طولت عليكم بهذا الفيديو حبابي وهذا السلايدر صراحة مخصص لصناع المحتوى الكونتنت كرياترز اللي محتاجين اشي بس بالباكباك ينحط بشنته صغيرة تحمله وتطلع فيه على التصوير مخصص للكامرات الذقيلة بتقدر تركب عليها كامرات سينما بيحمل لحد اربع كيلو يعني وزنه جدا ضخم اذا عندكم اي اسئلة او استفسرات او معدات بتحبوا نشرح انا بالفيديوهات الجاي بتقدروا تبعثولي على بروفايل الانستغرام او الفيسبوك اتليو دوت حماتي او على بروفايل شركة يوكام نفسه ات يوكام جو اتذكروا دائما يا حبابي انه كل شخص فيكم مبدع لكن بطريقته الخاصة وتذكروا بالدعاء اهلنا في الوطن العربي كله وبالاخص اهلنا في غزة وبالسودان مع السلامة